مراد اه 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 تطورات اه ملف اوساريو هل هيستمر مش هيستمر في عروض ولا لا? بص يعني هو قبل ماتش الاهلي وكان الدنيا كانت بدأت تمشي شوية مع اوساريو. اه. والفريق بدأ يظهر مستوى كويس والدعاب بدأ يظهره مستوى كويس. اه. وتحديا انه جمل كبار في الفريق زي زي زيزو. اه. يعني وفتوح بدأوا يعني يرجعوا جزء من تقلقهم. اه. لكن اقولك اه حاجة مفاجأة امير اه مبارح اه جي عرض رسمي من هندراس. اه. منتخب هندراس لأوساريو. اه مدرب الزمالك. واعتقد ان. عرض رسمي. عرض رسمي امبارح اه. اان عرض رسمي لتدريب منتخب هندراس. اه. وآآ يعني المعلومة اللي عندي يعني اعتقد ان الراجل فوجة الاجواع اللي موجود فيها الفريق الفترة اللي فاتت. اعتقد ان هو ممكن يوافق على على الرحيل. اه. لو الفلوس قريبة من اللي بيخدها في نادي الزمالك هيوافق. سيوع. عادتي معلومة تانية. يعني اللي انا عارفه ان هو الراجل يعني لغاية الوقت هو النادي زمانك متمسك به. ايه. وبدأ يعني بدأ يفهم اللعبة والعبادة تفهمه والظهر موسيقى كويس الفترة اللي فاتت. وكذا حد يعني معظم الناس بتشكر فيه ان هو مدرب كويس. ايه. وخامة كويسة. لكن العروض اه بدأ تنهلي وهو بدأ يفكر لو طبعا لو فيه مقابل مادي كويس. ايه. زي ما انت بتقول. اعتقد بنسبة كبيرة ممكن اه اثاريو يكون اه يعني. ياخد قرار رحيل. وآآ وبردك مش عايز اقول مش عايز اقول الجمهير زمالك بس يا دي الحقيقة لان الله يكون فعول ناتي زمالك زي ما قلنا بيمر بقى زمالات صعبة جدا سواء مادية او ادارية. اه طبعا او ادارية. وده وبص امير يعني بعيدا بعن اهلي وزمالك يعني مع احترامي مفيش قرة في مصر او مفيش رياضة في مصر بدون اهلي وزمالك. مؤكد. يعني لو اي حد يقول لك خير كده. يعني زمالك لو وقع يعني احنا متعودين ان زمالك مصلا بيقع فترة اوليلة وبيرجع تاني. اه. الاهلي بيقع مسلا فترة وبيرجع تاني بيسترد قوته وبيفوز بالبطولات. نفس الامر زمالك يعني بيقع سنة سنتين وبيرجع تلاقي. يعني سنة دي المرة دي يعني المشاكل كتيرة جدا. يعني عدد كبير من اللاعب انا مش عايز اقول ان في اكتر من اللاعب عايز يمشي او الطالب ان هو يمشي او مش عايز يكمن في زم سبب المشاكل اللي موجودة والازمات المالية اللي بتحاصل مجلس الادارة في الفترة الاخيرة. اه. والمشاكل انا بقولت لك عليها كزا مرة يعني من الفين وخمسة يعني يعني تلاقي يعني مسلا اه معلومة عندي ان الزمالك يعني غير غير مشكلة اه خارد بو طيب. اه. المالية وغير مشكلة اه شكبالة مع بورتنج اه لشبونة المالية. اه اه برضو دي مستحقات مالية ممكن تدخر الزمالك في ازمة الفترة اللي جاية. والله. والله يعني ما يعادل حوالي تسعمائة الف اه دولار. فده رقم كبير جدا وبطبعا يعني انت طبعا خارد بو طيب اعتقد اتنين مليون. وشكبالة ما يعادل مليون. مليون وخمسمائة الف دولار. مليون وخمسمائة الف. بالفوائد. ودي ودي اشنبونج تسعمائة الف دولار. بس اتشنبونج ده سواني بقى عشان انا حضرت حاجات كتير محدش حضارة. ايه بقى? انا حضارت حاجات خاصة بالنادي. وخاصة بوكيل اتشنبونج واقل خربتاوي. انا بس انا اسألك سؤال معاش قبل الكامعة اتشنبونج هو فيه تقريبا مشكلة انت كلمتي فيها بتاعت رئيس نادي الزمالك السابق يعني بالنسبة للوضع المعروف. والكابتن خالد لطيف. ففي ايه بوست تقريبا كتب دللاتي على اسباب ان هيكون فيه. فيه فيديو من رئيس النادي قال ان فيه فيديو بسبب ايقاف كابتن خالد لطيف.